تعالوا نشوف أول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول إيه؟ بيقول جوزي شغال على دراعه والده كان دائما يتخانق معاه بسبب الماديات هو فاكر أننا السبب في أن ابنه ما بيدهوش فلوس فحماية كان بيعملني أنا وبنتي اللي هي فحفظته وحش جدا مع العلم أنه كان موظف وبياخد معاش حلو دلوقتي هو متوفي وهو متخصمني وأنا مش عارفة أنا عليها ذنب أنه توفي وهو مخصمني ولا إيه؟ دائما المخصمة بتكون اسمها على المقاطع مش على الشخص اللي تمت مقاطعته يعني إذا كنا بنكلم عن المقاطعة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوقه ثلاث فهو لو كان مخصمك يعني هاجر أنه يسلم عليكي والهجران بمعنى أنه لو شفته بعض ما حدش يسلم على التاني مش مع أنه ما حدش يزور التاني لا ممكن الناس تعيش بالأشهر ما بتزورش بعضها بس هم ليسوا في هذا الحديث ولكن عند الالتقاء نلتقي هل إحنا بنتعامل مع بعض بشكل بشكل في سلام في هو دوت كنوا بقى ماتوا مخصمك هو المسألة مش في ديه هو مسألة هل اللي كان بينكم دوت كان بينقض خلق من الأخلاق ولا اللي كان المخصم اللي بينكم ده اختلافه جات نظره هو اتعصب وأخذ هذا الموقف إذا كان هو اتعصب وأخذ هذا الموقف فليس عليك زنب ليس عليك زنب إن هو يتعصب ويأخذ موقف وإن هو يخصمك دي مسؤوليته هو مش مسؤوليتك أنت ولذلك أنت ليس عليك اسم إذا كان الحل على ما ذكرتي